دحّى بروحه ودمه فنزل منزلة الشهداء فداءً لكرامة الوطن الذي نعيش فيه ويعيش فينا ذكرى الاحتفال بيوم الشهيد تأتي تقديراً لروح الشهيد الطاهرة وفرصة لمشاركة دويهم ذكراها العطرة بكل فخر واعتزاز لتتجلى في ذلك اليوم العقيدة العسكرية للقوات المسلحة التي لم تتأثر ولم تتغير بل تزداد قوةً وصلابة مهما تغيرت وتطورت أشكال الحرب عقيدة تأتي إيماناً من الجند المصري الراصخ بالحفاظ على أرضه باعتبارها قضية مرتبطة بشرفه لتحيي مصر في التاسع من شهر مارس من كل عام يوم الشهيد اعترافاً بجميل وفضل شهدائها الأبرار ففي هذا اليوم من عام 1969 استشهد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة آنذاك حينما توجه للجبهة في اليوم الثاني لحرب الاستنزاف ليتابع بنفسه نتائج قتال اليوم السابق وليكون بين أبناء قواته في فترة جديدة تتسم بطابع قتالي عنيف ومستمر لاستنزاف العدو وأثناء مروره على القوات في الخطوط الأمامية شمال الإسماعيلية أصيب الفريق رياض أو الجنرال الذهبي كما كان يلقب بإصابة قاتلة بنيران مدفعية العدو أثناء الاشتباك بنيران وفارق الحياة خلال نقله إلى مستشفى الإسماعيلية ليخرج الشعب بجميع طوائفه في وداع نصر مصر مشيعين جثمانه بإجلال واحترام ممزوجين بالحزن العميق دماء الشهيد عبد المنعم رياض وغيره من شهداء مصر سقط ولا زالت تسقي تراب الوطن لترويه من فايدها فبنت الرفعة والمجد وحققت الأمن والأمان ليسجل التاريخ بإخلاصهم على صفحاته المقولة الخالدة مصر مقبرة الغزاة فجسد درع وسيف الوطن في أبهى صوره لتبقى الشهادة أسمى درجات الفداء من أجل مصر التي ستظل بمكانها ومكانتها نقطة الالتقاء لكل روافد الحضارة الإنسانية ومصدرا لصوت الحكمة والعقل ونموذجا فريدا للوسطية والاعتدال تخاطب ضمير الإنسان وتقهر الجهل والتشدد والإرهاب سالان 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 البطولة منها حياة حياة بتغيب وحياة بتتولد موسيقى عاشت لكل مصر عاشت في قلوب الناس التاسع من مارس يوم الشهيد ويبقى الأثر موسيقى موسيقى